اشتركوا في القناة مثل ما انا اعودكم انه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف انه انا دائما بذكر في البداية انه اسمع برجك واسمع طالعك فيه اشخاص بقولك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما تعرف طالعك فيه رابطين او ثلاثي موجودات فيه صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح او الاشي كيف تستخدم الموقع وفيه موقع لا استخراج الطالع منه وبرضو فيه برضو للي ما بعرف الساعة بالدقة او ما بعرف الوقت برضو فيه منزل رابط انا بشرح لك صفات الطالع بتشوف مين اللي اقرب لالك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لا ادمج بالتوقعات ما بين توقعاتك اللي انا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع لهو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحالوه اذا شفت الطالع هو اللي بانطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ لاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا رح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة رح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي رح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11.07 لغاية مساء يوم الاثنين 13.07 بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس من نزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخد مدى اللي مثلا اللي بسمع توقعات يوم الجمعة يبقى معاه مسافي اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت طبعا خلال الاسبوع هاد عنا عطارد احنا بيتراجع يوم 12 الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عملية التراجع ولكن نحوسته بتظلها موجودة رح تظلها مستمرة لغاية يوم 15 الشهر يعني ثلاث ايام ما بعد ايقاف التراجع تبعه فمنقدر نحيا يوم 15 الشهر بتنتهي الاثار السلبية لتراجع عطارد بتصير الاجواء ايجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح امور الزواج وامور الارتباط عشان يكبر الفترة الماضي قلنا في الزهرة كان انه ما تعملوا ما تتجارؤوا لانه دائما ممكن يكون في مخاطر كبيرة لامور التجميل وخصوصا الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحاله اساسا بمنع هاي الامور مجرد يوم 15 الشهر خلاص بتصير الاجواء ايجابية بصير هاي الاشياء كلها بامكانك انت تعملها باي يوم اذا بدك انت يعني تاخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليومية لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفة للك اللي هي الابراج مثلا انت برجك اللي نفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائية او الابراج الترابية معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميلية او اي عمليات صغرى اذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف انه الابراج الهوائية والابراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة اكثر واذا كان من نفس عنصرك بكون افضل يعني اذا كان الاسد لما يتواجد القمر في القوس او يتواجد بالحمل معناته الامور ايجابية بالنسبة للك او عندك طيب عشان ما نطيل عليكو يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي فيه ناس قاعدة بتروجلها وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بقولك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصائب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمشعارف ايش اول اشي هاي الزاوية مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة فيه زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 اربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21 اربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاوية التربيع اخطر من زاوية التقابل فعشان هيك منقولكو انه هاي الفترة صحيح فيها نوع من انواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على اشي واحد بس اللي هو احنا بناخد اهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لانه نسبة النحوص ضعيفة الشمس منتحس الصحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيدة اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو اجينا بدنا نركز على باقي الزاوية زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج بنحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا نذكر الشمس وين موجودة بالنسبة لبيتك ورح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التأثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس المشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التأثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيرة اللي هي اساسا بكون عطارة بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني امور الها علاقة بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهة او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا علي لانه هاي تأثيراتها يعني اقصى حد لالها خمس ايام خمس ايام قبل الحلقة انتو شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انه هاي لها حرب الان هم اخذوها على جانب ايش اخذوها على جانب انه اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنة ما حرب ضروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصادقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسة وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول او التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس ايام يعني بتستمر ما قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام يعني مدتها عشر ايام فقط لا غير فهاي ما اعتقد انه هي حرب طويلة وحرب ضروس راح تكون في خلال عشر ايام وفي نفس اللحظة ما فيه اساسا اشي يظهر لا امور الها علاقة بهاي الامور ممكن يصير فيه تقلبات على المستوى المالي او المستوى الاقتصادي او ظهور بعض المشاكل الاقتصادية او السياسية لا الها علاقة لا بفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف ايش ولا هاي كل الامور وصلت خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج على حدة ونشوف ان شاء الله انه بحاول قدر الامكان اني انا اركز على اساس ان اوصل الكل معلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج العقرب طبعا بما انه الشمس وعطارد اثنين منتحسات واحد بتراجع واحد منتحس بطبيعته وفي البيت التاسع لايلك وبرضو بالمقابل انه عندك انت الزاوية اللي رح تتشكل ما بين الشمس وعطارد وبلوتو والمشتري فهاي يعني بده اخص فيها بعض الاشخاص خصوصا الاشخاص اللي الهم معارف خارج البلاد زي ابناء الهم او معارف لا الهم في تواصل مباشر ما بينهم حاولوا بالفترة هاي ما تفرضوا سلطتكم عليهم ما تفرضوا رأيكم وتحاولوا تتحكموا فيهم بالاسلوب اللي انتوا شايفينه صح اذا كنتوا اشخاص من اللي بيشتغلوا على رأس عملهم عندكوا شركات العلاقة بالاستراد والتصدير ما تتحكموا بموظفينكم وما تفرضوا رأيكم وجهة نظركوا عليهم اذا كنت استاذ او معلم في جامعة او في معهد او في مركز تعليمي برضو ما تحاول انك تفرض وجهة نظرك على طلابك بالفترة هاي لانه ممكن انت اللي تكون على خطأ وهم اللي يكونوا على صواب الزوايا هاي طبعا بتستفزك على كل الامور اللي احنا حكناها بالبداية اما بالنسبة للزهرة طبعا موجودة في البيت الثامن فهي بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الامور البنكية والامور اللي الها علاقة بالميراث او المستردات المالية او المؤسسات المالية زي الضريبة البنوك المؤسسات اللي بتأمن نوع من انواع القروض ممكن هاي كلها او اشي منها يكون فيها لصالحك ممكن تحصل ديون لايلك قديمة معدومة او تحصل بعض الامور او ترتب بعض الديون بطريقة ويكون اتفاقية مفاجئة تحقق من خلالها انجازات اما بالنسبة للجدي طبعا اللي هو البيت الثالث لايلك واللي برضو الكواكب اللي فيها بدأ تشكل زوايا تقابل مع الشمس فطبعا هاي رح تخلي نقاشاتك حادة وعصب المزاج وتحاول تفرض سلطتك ورأيك على الاشخاص اللي حواليك بقوة وبعنادة فحاول انك ما تعصب وما تفرض رأيك وما تحاول تتحكم بالاشخاص اللي حواليك على انه انت اللي معك حق او اللي انت شايفه هو الحق فهاي برضو بتشكل لك نوع من انواع الخطورة وبرضو اثناء قيادتك للسيارة بدك تنتبه او اثناء حركتك من الاصابات او الحوادث اما بالنسبة للبيت السادس طبعا المريخ موجود فعشان هيك بنقول لك بدك تنتبه لا امور حساسة الها علاقة بالصحة والها علاقة بزيادة الوزن والها علاقة بالشهية المفتوحة والها علاقة بيعني توهم بعض الامراض او مراجعتك لطبيب او اشياء من هذا القبيل وبرضو على مستوى العمل ما تراكم الاعمال وما تخلي اعمالك تتراكم بشكل كبير لانه رح تكون عبع عليك بالفترة القادمة اما بالنسبة للبيت الخامس فهو نبتن فنبتن بيخليك تشك وتغار وتولع نار وخصوصا على الاحبة على الابناء على احد الوالدين ممكن يعني تحاول تفرض سلطتك ممكن تشك في ابنك انه بسلوكه مش جيد ممكن ببنتك يعني الاحبة وممكن تشك بالحبيب عاطفيا انه هو يابخونك علاقة من هذا القبيل ولكن حاول انك تتأكد وما تخلي الشكوك والاوهام تسيطر عليك اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا في اورانوس واللي بيحدث مشاكل مفاجئة ما بين الازواج وما بين شركاء المال فعشان هيك الاشياء المفاجئة هاي او العلاقات الضعيفة الارتباط الضعيف ما بينهم هذول عرضة للانفصال بشكل مفاجئ اذا ما انتبهوا لعصبيتهم وطريقة التعامل مع شركاهم بالفترة القادمة خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف حركة القمر وايش اللي رح يكون مميز اليك بالفترة القادمة رغم ان القمر رح يكون اغلب الوقت مقابل لا اليك من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود بالحوت فعشان هيك بتجتازوا بصورة عامة فترة ايجابية بتبعث على البهج والانشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بتعيش اجمل اللحظات بتتحقق الامنيات وبتصيب الاهداف بيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة او لمصالحة او لتسوية بتتمتع بشخصية جذابة فلازم انك انت توظفها لتحسين وضعك من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالحمل في بيتك السادس فعشان هيك بنقولك انجز ما تراكم لديك من عمل بتجدوا نوع من انواع التعاون مع الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة من حين لآخر هاي فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد حاذر النزاعات والتذمر والتمرد وما تغامر بموقعك من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الثور هذا مقابلك مباشرة فعشان هيك الفترة هاي بتكون مناسبة للقيام بعمل بيتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم شراكات المال او شراكات العاطفي يعني الازواج حاذر من الانفعالات بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة انت بغنى عنها الاجواء متوترة وممكن تظهر مشاكل طارئة كون صبور وما تتذمر الفترة خالية من الحض من صباح يوم الخميس القمر طبعا بصير في الجوزاء لولا ايام التي تليها ادخلوا التعديل المطلوب على امركم المالية المشتركة وما تسمح لاحد بالتشكيك بقدراتك ما تكون جارح بالكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك تتحسن الاجواء وبتحصل على فرصة او الفرصة المناسبة لتبرير اخطائك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء